بعيدا عن الكارثة الإنسانية للزلزال تدور معركة سياسية داخلية في تركيا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمعارضة اشتعلت جتوتها باعتراف أردوغان بالتقصير واعتذاره للضحايا نحن نحاول الوفاء بمسؤولياتنا بشكل صحيح على الرغم من أن السلبيات في الأيام الأولى أثرت على عملنا فقد أكملنا جميع أوجه القصور لدينا في الأيام التالية المعارضة التي وجهت الاتهامات للحكومة بالتقصير منذ اليوم الأول للزلزال تلقفت ما قاله أردوغان كإثبات على صحة اتهاماتها وأعلنت أن ما جرى من تقصير مقصود إنه يطلب العفو لا يوجد عفو عند الحديث عن شعبك لقد فعلتم ذلك عن قصد وتسببتم في مقتل خمسين ألفا من مواطنين الزلزال الذي حول 11 مدينة في جنوب التركي إلى مدن منكوبة جاء بالتزامن مع التحضير للانتخابات الرئاسية لتتحول الكارثة إلى أداة سياسية تحت عنوان الانتخابات هناك جدل واسع ما بين الحكومة والمعارضة وخاصة فيما يتعلق بتدعيات هذه الكارثة هناك الحكومة اعترفت بالتقصير المعارضة تحاول قدر الإمكان يعني سحب البصرات من تحت أقدام الحكومة ولكن يبدو واضح للعيام بأن الشعب والشارع التركي حاليا هو يقيم ما قبل الزلزال وما تقوم به الحكومة من جهة والمعارضة من جهة وأعتقد هذا التقييم سوف ينعكس بشكل كبير على نتائج الانتخابات المرتقبة في الرابع عشر من مايو المقبل كارثة الزلزال جاءت في الوقت الذي كانت معدلات التأييد لأردوغان ترتفع بعد تراجعها الكبير خلال الأزمة الاقتصادية العام الماضي الأمر الذي خلط الأوراق من جديد قويل الانتخابات رغم فداحة الكارثة ونتائجها المدمر على الصعيدين الإنساني والاقتصادي تطور السجال السياسي بين الحكومة والمعارضة بشأنها ليتحول إلى ورقة انتخابية هنادي الخطيب الحرة اسطنبول